السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء سنة تلت عدادي اسعد الله وقتكم بكل الخير في حالة النهاردة بنحل تدريبات درس اسم الالة من كتاب الامتحان عشرين تلاتة وعشرين نبدأ على طول بصفحة مئتين وسبعتاشر اول سؤال اختر من متعدد سماعة الطبيب لا يستغنى عنها وزن المشتاق المشتاق اللي هو سماعة سماعة على وزن فعالة فعالة سماعة اعرف ازاي برضو الوزن اهو لاخواتنا برضو اللي بيطلق بطو سماعة على وزن فعالة يبقى سماعة اللي زاد اللي زاد على سماعة سماعة زادت هنا الف انزلها تحت وزادت هنا مربوط انزلها تحت سماعة فعالة والمين مشددة لنزل برضو الشد على العين يبقى سماعة على وزن فعالة نختار دل اتنين المترك والسندان من ادوات الحداد. نوع اسمي الالة على الترتيب. المتركة من طرق. ده مشتاك. طب والسندان ده جامد. وحفظنا خلاص اسم الالة الجامد. يبقى المتركة ده مشتاك. والسندان ده جامد. يبقى هنا ياخد مشتاك وجامد. تلاتة. اسم الالة الذي جاء على وزن مفعل. ملعقة? لا مفعلة. مجداف? مفعال. مشرط? مفعل. هو عايز على مفعل. يبقى مشرط. مدخنة مفعلة. اربعة. اسم الالة من الفعل ساقة. ساقة نقول ساقية. ساقة لا مش اسم الالة. مسقي. ساق لا. ساقية دي اسم الالة من الفعل ساقة على وزن فاعلة. زي شاحنة وحاسبة. اسم الالة الجامد. مما ياري حسوب من حاسبة. قاطرة من قطرة. مقص من قصة. قدوم ايوة قدوم اسم الالة جامد. يعني سماعي يعني ملوش فعل. ستة. الجملة التي تشتمل على اسم الى قياسي. يعني ايه قياسي? يعني مشطق. عشان ما اللغبادش نفسنا. قياسي يعني مشطق. سماعي يعني جامد. الف استخدام الطالب الفرجار. لا الفرجار ده جامد. الشباب هم درع. ملهاش فعل. يبقى جامد. لا تكن معول. معول من عالة. ايوه هنا لا تكون معول. معول هدم هنا اسم الالة قياسي. يعني مشطق. قطعتوا اللحمة بالسكين. لا السكين اسم الى برضو جامد. يبقى الى الجابة الصحيحة الجيم. سبعة الجملة التي تشتمل على اسم الى سماعي. السماعي اللي هو الجامد. نحفظهم بقى. قياسي يعني مشطق. سماعي يعني جامد. استخدم الطاهي الشواية. شواية من شوا. لا ده مشطق. استخدم الموسيقي المعزف من عزفة. مشطق. الفضاء منطلق بالصاروخ. الصاروخ فعول. لا مشطق. بحس الفلاع عن فأس. ايوه الفأس دي جامد. يبقى ده السماعي يبقى الاجابة صحيحة دال. السؤال اللي بعد كده رقم تمانية اسم الالة مشطق. وله وزن قديم فيه. ايه الاوزان القديمة? لازم تكون نحفظها. الاوزان القديمة مفعال ومفعل ومفعلة. نقولهم تاني الاوزان القديمة مفعل ومفعل ومفعلة. مفعل مفعل مفعلة. نشوف بقى الاختيار اللي فيه وزن من الاوزان القديمة. اصبح الهاتف ضروري. لا. با استخدام المؤزن مجهر. مجهر على وزن مفعل آه مفعل ومفعل طيب نشوف اللي بعده أطلق الجندي كظيفة من دبابة دبابة لا وقفت الشاحنة شاحنة على وزن فاعلة يبقى ما فيش هنا غير كلمة المجهر على وزن مفعل ده وزن آلة أديم تسعة قال الشاعر هبت رياح الصبا فاستكتبت قلمي القلم فاستكتبت قلمي مدح الرسول كريم الخلق والشيامي نوع اسم الآلة فيما تحته خط القلم اسم الآلة جامد وسماعي يعني مش مشتك ولا وزن أديم ولا وزن حديث طيب الجامد بنسميه سماعي ولا قياسي لا مش قياسي الجامد بنسميه سماعي عشرة المزياع ينقل الأخبار المزياع اللي هو الراديو دي اسم الآلة الصحفي مزياع الصحفي منشار لا ده دي سيغط مبلغة مزياع أو منشار أو مفتاح لما قول المؤمن مثلا مفتاح للخير هنا بتدل على صيغة مبلغة مزياع على وزن مفعال يبقى في الجملة الأولى المزياع ده اسم الآلة صح؟ مش صيغة مبلغة مش صيغة مبلغة وفي الجملة التانية الصحفي مزياع لا مش اسم الآلة في الجملة التانية مزياع صيغة مبلغة على وزن مفعال يبقى هنختار اسم الآلة صيغة مبلغة 11 البيت الذي يشتمل على اسم آلة قياسي يعني قياسي يعني مشتق نبدأ نلغي كده اسم الآلة الجامد ألف وسيفي احنا عارفين طبعا السيف دي جامد وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداعة با ماذا أقول وألف ألف قصيدة غصماء قبلي سطرت أقلام برضو الأقلام جامد جيم فلو أرسلت رمحي برضو الرمح جامد فلو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباعة دال ماذا أقول وددت البحر قافيتي والغيمة محبرتي المحبرة محبرة على وزن مفعلة أهي محبرة على وزن مفعلة زي مكناسة وملعاقة ومصطرة يبقى محبرة يبقى الإجابة الصحيحة راكم دال اتناشر البيت الذي يشتمل على اسم آلة سماعي يعني سماعي يعني جامد احنا خفزين الجامد زي مصمر وشكوش وسندن وقدم وقلم وفرجر وشكو سكين إبرا سيف رمح فأس سطور اكتبهم وحفاظهم والشعر مرآة لا مرآة على وزن مفعلة ده مش طاق با والصدر فارقه الرجاء فقد غدا كأنه بيت بلا المصباح على وزن مفعل دال برضو غلط ده مش طاق من الاوزنان القديمة زي منشارهم ومفتاحهم القياس جيم يا ساهرين مع المدافع مدافع على وزن مدافع بفرطها مدفع على وزن مفعل برضو مش طاق ومش طاق يعني القياسي وعايز السماعي دال الخيل والليل والبيداء تعرفني عندك السيف ده جامد عندك الرمح جامد والقرطاص والقلم يبقى دال هنا هي اللي بتحتوي على اسم آلة جامد يعني اسم آلة سماعي السؤال اللي بعد كده صفحة ميتين وتسعتاشر صح او خطأ الف اسم الآلة اسم مشطق من الفعل السلاسي المجرد للدلالة على الآلة التي يؤدى بها الفعل ايوه صح با الاوزان المشطقة القديمة والمعروفة لاسم الآلة تلاتة ايوه مفعال ومفعل ومفعالة صح من الاوزان المشطقة الحديثة لاسم الآلة مفعال لسه ايلين مفعال ومفعل ومفعالة دول ايه دول اوزان الاديمة. الاوزان الحديثة فعالة وفعول وفاعلة وفعالة. دال هناك اسمها قالة سماعية. يعني جامدة. غير مشتقة? ايوة طبعا. صح. زي مصمر وشكوش وقلم وابرة وصيف ورمح كل ده. السؤال اللي بعد كده اتنين. بين فيما يلي اسم الالة. القياسي والسماعي. يعني قياسي يعني مشتق. يعني سماعي يعني جامد. عندنا السماعي الجامد هنا السيف والرمح. دول بس اللي جامد. والمشتق شواية مفرمة وشاحنة. شواية على وزن فعالة مفرمة مفعلة شاحنة فاعلة. السؤال رقم تلاتة. صغ من كل فعل مما يلي اسم الى. واذكر وزنه. من شرطان والمشرط على وزن مفعال. كواء المكوان والمكواء على وزن مفعالة. وشواء شواية فعالة لستقيلنها. طرق نقول المطرق على وزن مفعالة. صعدة المصعد مفعال. طيب غسلاء غسالة فعالة. نظراء منزار على وزن مفعال. هتقول لي طيب انا ممكن اقول نزارة برضو شاطر صح نزار على وزن فعالة. كنسة مكنسة مفعالة. برضاء المبرد مفعال. خزناء الخزانة فعالة. ساقة الساقية على وزن فعالة. كالة المكيال على وزن مفعال. صح? السؤال الرابع. عين حدد في ما يلي اسم الالة المشتاق وغير المشتاق. يعني الجامد. انت هتستخرج اسم الالة وتقول لي هو جامد ولا مشتاق. بيستخدم الفلاح المحراث من حرفة. ده جامد ولا مشتاق? ده مشتاق على وزن مفعال. با يستخدم الطالب عندنا القلم والمسطرة لتنين اسم الالة. بس القلم اسم الالة جامد ولا مشتاق? جامد. سماعي. طب المسطرة ده على وزن مفعالة تبقى مشتاق. هقول له ان القلم ده جامد غير مشتاق. انما المسطرة ده مشتاق. يعني قياسي. جيم يستخدم عندنا السكين في القطع اللحوم. واحنا عارفين ان السكين ده جامد غير مشتاق. بسيف. السيفة هو. بسيف حدده يزجى المناية. ورمح صدروه الحدف المميت. السيف والرمح اللي اتنين اسم الالة غير مشتاق جامد. السؤال الخامس هات من الفعل زاعة? هنقول مزياع. اسم الالة وصغة مبالغة. في جملتين. هي نفس الكلمة. هي مزياع. بس اجبها ان الالة بتدل على الالة التي يؤدى بها الفعل. واجبها مرة بتدل على كسرة حدوث الفعل. اقول مسلا المزياع اللي هو الراديو بيبث الاخبار. يبقى هنا بقى اسم اسم الة. انما لو قلت مسلا الصحفي مزياع للاخبار. هنا بقى صيغة مبالغة مزياع على وزن المفعال. وزيها منشار للاخبار. وزيها مفتاح للخير. اعرب ما يلي. استخدام النظارة استخدام اسم ولا فعل? او عتقول فعل. الاستخدام. تبقى اسم. جب بقى استخدام دي مبتدأ. استخدام بتاع النظار مضاف قى مجرور. ما لو استخدام النظارة مفيد. تبقى خبر. ليه البصر جره مجرور? اعربنا. السؤال اللي بعده. السؤال السابع. ان تعقب التعديات على الاراضي الزراعية. ان خرف ناسخ. ان تعقب اسم ان تعقب التعديات مضاف اله? مضاف اله مجرور وعلامة جر الكاسر. خلي بالك ان تعقب اسمه مش فاعل. على الاراضي الزراعية خطوة. التعقب اسم انا. ما له التعقب? خطوة. يبقى دي خبر انا خطوة. خبر انا مرفعه علامة رفع الضامة. خطوة نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية الخضراء الموجودة في مصر. وهي مفتاح. مفتاح اهي? على وزن المفعال. وهي مفتاح لثورة زراعية عزمة. تحتاج فقط العزم. تحتاج فعلى مضارع. الفاعل ضمير مستطر تخدره هي. ماذا تحتاج? العزمة. مفعول بين? الواو حرف عاطف يبقى الاراضة معطوف. العزمة منصوبة يبقى معطوف منصوب وعلامة نظب الفتح. وأن نجعل الضمائر يقز صيغة مبالغة على وزن فاعل. يقزة. متكاتفين. متكاتف. دي اسم فاعل. تكاتفة يا تكاتف متكاتف. متكاتفين حول شعار واحد. ناكرة وناكرة. وصفنا الشعار بانه واحد تبقى صفة يعني ناعة. حول دي زرف يبقى شعار مضاف اللي مجرور. يبقى واحد ناعة مجرور وعلامة جرر كسر. الا وهو الرفع لمصر. وقتها يعوم الرخاء. ونصل للاكتفاء الزاتي وتتجدد الامال. اعربنا. نستخرج يلا اسم فاعل من فاعل غير سلاسي وبين فاعله. لسا ايلين متكاتف. طالما الغير سلاسي يبقى بدور على كلمة. اولها من مضمومة ومكسور ما قبل اخرها. متكاتف شيء يكونون خالص. متكاتف. والفاعل غير السلاسي اللي هو تكاتفة. اسم مفعول من فعل سلاسي يبقى لازم يكون على وزن مفعول. او مفعل وهو مفعول تكون محزوفة. واذكر فعله لازم يكون الفعل المبني المجهول. اسم مفعول ادور على اي كلمة اولها ميم كده. عشان تبدأ تحدد. هلاقي عندي كلمة اولها ميم متكاتفين. لا دي اسم فاعل خلاص. ادور على كلمة تانية هلاقي الموجودة اهي اولها ميم برضو. بس مستخبية. موجود على وزن مفعول. تبقى من السلاسي. من الفعل الماضي. الماضي وجده. نبنيها للمجهول نقول. ووو جي ده. دم اول واكسر ما قبل اخير. لو ما عملتش كده مش هتاخد الدركة. اسم الى وبين نوعه. عندنا مفتاح. مفتاح. وبين نوعه. جامد ولا مش طاق. اقول له مفتاح ده مش طاق. او قياسي. وزن قديم ولا جديد. مفتاح على وزن مفعال دي اوزان قديمة. صغة مبالغة. احنا قلنا صغة المبالغة هيقز. يقز على وزن فاعل. ونعربها نجعل نجعل ده بتنصب مفعولين. فين الفاعل نجعل نحن ضمير مستاتر. الضمائر مفعول به اول. يقز مفعول به تاني منصوب وعلامة نصب الفاتحة. نشر او حسبة. صغ اسم الالة من الفعلين. من نشر يبقى منشار. ومن حسبة ممكن تقول له حسبة او حسبة. وزن كلا منهما بعد الصياغة. عادي. هقول له من نشرة ده منشار على وزن مفعال. وحسب اقول له حاسوب على وزن فعول. او حسبة على وزن فاعل. اصبح الهاتف ضروريا في حياتنا. الهاتف هنا مش اسم فاعل. الهاتف هنا اسم آلة. وليها فاعل ليبقى مشطاق. ومش من الاوزان القديمة مفعل ومفعل ومفعلة. يبقى من الاوزان الحديثة. يبقى اقول له اسم آلة مشطاق حديث. ما كانش فيه طبعا قديما الهاتف. كيف تكشف في المعجم عن كلمة يا عم. الماضي عماء. المم مشددة. يبقى انفككها الحرفين. يبقى له في مادة عين ميم ميم. في باب العين فصل الميم مع الميم. القطعة اللي بعد كده رقم تمانية. تجوز الانسان عصر الورقة والقلم. الى عصر الحاسوب. ثم التكنولوجيا الاكثر تقدما. الاكثر اكثر على وزن افعل. بعدها اسم نكرة منصوب يبقى عربها تمييز على طول. الاسم النكرة المنصوب بعد نعمة وبئسة تمييز. الاسم النكرة المنصوب بعد افعل التعجب او افعل التفضيل اهو على وزن افعل زي اكثر. تمييز. تمييز منصوب وعلامة نصب الفاتحة. والذكاء الاصطناعي والروبوت. وكل يوم يمر علينا يأتينا بالجديد. واصبح لزامن علينا النواكب. نواكب نحن معطيات. نواكب فعل مضارع. قبليه ان يبقى فعل مضارع منصوب. مش قصتنا. نواكب فين الفاعل ضمير مستطر تقديره نحن. ماذا نواكب? المعطيات. يبقى هو مفعول بمنصوب. منصوب بالايه? دي جامع مؤsover سالم. ينصب بالكسرة. يبقى معطيات مفعول بمنصبه على يامية نصب الكسرة. لانه جامع معنا السالم. معطيات اصرنا مضاف или. وان نطور من انفسنا بعدما امسينا بين متراكة المتغيرات المتسارعة اهو بين دي زرف بين متراكة مضافน لي مجرور بين متراكة وسندان. يبقى السندان دي معطفة على المتراك والمتراكة مضاف другие مجرورة يبقى معطوف مجرور. يبقى عاربها معطوف مجرور وعلامة جر الكسرة. اعربنا الاستخراج استخرج اسمي قالة اتنين. ويكونوا مشتقين. واذكر وزنيهما. اسم الالة المشتق. مفعل ومفعل ومفعلة. او اوزان حديثة فعلة وفعول. فعلة وفعلة. اشوف اسم قالة مشتق عندنا القلم لا دجامد. اشوف اسم قالة مشتق تاني هلاقي عندي متراق ايه متراق على وزن المفعلة. هلا ودعي عند السندان لأ ده جامد. اشوف تاني يكون في مشطق عند الحاسوب علي وزن فعول. يبه احنا كده جبنا اتنين. اسمه الى مشطق اقول له الحاسوب على وزن الفعول مترك على وزن المفعلة. اللب اسم الى جامد وزنه. ممكن اقول له القلم. ممكن اقول له السندان. القلم على وزن الفعل والسندان فعلان. تلاتة. فعل مرفوع واخر منصوب. فعل مرفوع تجاوز. ده فعل موضي. ما تنفعش. تجاوزها ثم التكنولوجيا كل يوم يمر يمر فعلا مدارع مرفوع. يأتي نا فعلا مدارع مرفوع. اصبح الأقضاء ماضي. النواكب قبل ان يبقى منصوب. وان نطور يبقى برضو منصوب. يبقى هنا في المرفوع هقول له مثلا يمر. وفي المنصوب هقول له نواكب او نطور. اسم فاعل وبين نوعه. نوعه مثلا اقول له من السلاسة ولا من غير السلاسة. لو من السلاسة هيكون على وزن فاعل. من غير السلاسة اوله من مضمومة مكسور ما قبل اخيره. هلاقي عند هنا متغير. تغير يا تغير. متغير. يبقى متغيرات. دي اسم فاعل. واقول له من الفعل غير السلاسة. صيغة مبالغة. واقول الوزن بتاعها. هلاقي عند في القطعة ويأتينا بالجديد. جديد على وزن فعيل. يبقى اقول له الوزن بتاعها فعيل. احنا عارفين طبعا اوزان صيغ المبالغة. مفعال فعال فعال فعال. فعول فعيل. السؤال اللي بعد كده رقم جيم اكمل بما هو مطلوب امام كل جملة. استخدام مفيد للبشرية. اسم الى من الفعل نظرة. واضبطه. اسم الالم النظرة ممكن نقول استخدام المنزار. اضبطه على نص الدرجة. استخدام بتاع المنزار مضافق ليه مجرور بكسر. المنزار ايه? طبع ممكن حد يقول لي ممكن يقول النظارة. استخدام النظاراتي. اه برضو صح استخدام النظارة مفيد للبشرية. يستخدم الطبيب في علاج مرضى. اسم الى بيستخدم السماعة. يستخدم الطبيب السماعة في علاج مرضى. دال اختر الاجابة الصحيحة. واحد الطريق الصخري مسعد هنا الى قمة الجبل. ميصعد. كلمات ميصعد على وزن مفعل. من الفعل صعدة. صعدة ميصعد على وزن مفعل. ده اسم الى? لا. اسم مكان الطريق دي المكان يبقى دي اسم مكان. اتنين. المؤمن مفتاح للخير بين الناس. المؤمن اكيد مش مفتاح دي مش آلة. ده مفتاح دي على وزن مفعال. على وزن مفعال دي بتدل على قصرة فتحة للخير. تبقى دي صيغة مبالغة. ما تنفعش هنا تبقى اسم آلة. هات اسم الآلة من كوا? قلناها مكواة. وزنه مكواة على وزن مفعلة. القطعة الاخيرة استخدم الانسان قديما. متى? قديما. دي ظرف. يبقى ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة. استخدم الادوات البدائية التي اعانته ساعدته على قضاء حوائجي. الفأس والقدم والمنشر والمبرد اسمه آلة. ومع تقدمه مع دي ظرف. مع بنعرفها ظرف. واللي بعدها مضاف اليه. ما عادة في حالة واحدة لو جات منونة لو قلنا معا بنعرفها حال. مع تقدمه يبقى دي مضاف اليه. مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكسرة. واي ضمير بيتصل باسمه في محل جر برضو مضاف اليه. تقدمه العلمي والحضاري ابتكر العديد من الوسائل التي يسرت حياته. يسرت له حياته. يسر فعل ماضي. ماذا يسرت? يسرت حياته وتبقى مفعول به. يبقى حياته مفعول بمنصوب وعلامة نصب الفتحة. والضمير في محل جر مضاف اليه. من ذلك الادوات المنزلية المكناسة والتلاجة. ووسائل التنقل كالباخرة والسيارة والطائرة. في اسم القلة كتير. اعربنا. نستخرج يلا من الفكرة السابقة. اسمي قلة قياسيين. يعني قياسي. يعني مشتق. وزنهم. اذكر الوزن. اتنين اسمي قلة سماعي. يعني سماعي. يعني جامد. وازكر وزنيهما. الوزن برضو. نشوف اسم الالة اللي في القطعة. الفأس والقدوم. لا ده جامد. ما ينفعش. منشار ومبرد. ايوة اللي اتنين ده مشتق. منشار على وزن مفعال. ومبرد على وزن مفعل. واللي اتنين اوزان قديمة. وبرضو ممكن اقول له المكناسة والتلاجة والباخرة والسيارة والطائرة. كل ده اسم الالة مشتق. يعني قياسي. انما في اسم الالة الجامد السماعي. هقول له الفأس على وزن الفأس فعل. والقدوم على وزن الفعول. جيم القراءة تفتح باب المعرفة. استبدل بالفعل. هو تفتح. عايزين نستبدل بالفعل في الجملة السابقة اسم الة. اسم الة من فتحة مفتاح. وغير ما يحتاج الى التغيير. هقول القراءة. ايه? مفتاح صح? القراءة مفتاح باب المعرفة. ده صوب ما تحتهو خط فيما يالي. واحد. المصري. ساعي. دي ناكرة ومرفوعة. اسم الفاعل. لو كان معتل للاخر. احزف الياء اقولها ايه? اقول ساعن. او للمصري ساعن الى المجد. وهنا دي خبر. خبر مرفعه علي ما ترفعه اضمها المقدرة. الكلمة المقالة. يبقى دي اسم مفعول. اسم المفعول من ايه? من قالة. هات اسم مفعول كده من قالة اللي هي المبني المجهول قيلة. بنجيب المضارع يقول. ايه اللي بحرف المضارعة من مفتوحة تبقى مقول. يبقى الكلمة الايه? مقولة مش مقالة. يبقى الكلمة نقول الكلمة المقولة. من افواه الحكماء نافعة للمجتمع كله. الطلاب مجتمع بهم للمناقشة. مجتمع اسم مكان. الطلاب دي المفعول بي? يبقى دي اسم مفعول على طول. اسم مكان? لا طبعا غلط. هنقول له اسم مفعول. اسم الالة المشتق وله وزن قديم. سمع الاوزان القديمة. مفعل ومفعل ومفعلة. دور على واحدة. السيف ده جامد. الخزانة ده وزن حديث على وزن فعالة. الساقية على وزن الفاعلة. ده وزن حديث برضو. مبرد مفعل. مفعال ومفعل ومفعلة. مبرد مفعل. يبقى المبرد هو ده اسم الالة المشتق ولوزن قديم. وبكده يبقى احنا خلصنا حل تدريبات درس اسم الالة. بتمنى لكم التوفيق. لايك للفيديو. شار الفيديو لاصحابك عشان يستفادوا. اشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.